انطلقت فعليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء المستشار عبدالوهاب عبدالراسق تحت شعار الأخضر حياة ويقام المؤتمر في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 27 والمقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وعلى هامش المؤتمر أعلن رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبدالوهاب عبدالراسق تقصيص مقر دائما للمحكمة العربية للتحكيم بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مما يساعدها على تحقيق أهدافها وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن خالص الشكر والتقدير لرئيس سيسي لرعايته الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك وأضف أن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمقاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية شكرا شكرا